اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأحواطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعمل أخ المواسي أيها الأخوة المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل تقديم سلسلة الحلقات الخاصة عن سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس والتي سوف نحاول بإذن الله تعالى أن نسلط الضوء على بعض جوانب حياته المشرقة وبطولاته ومآثره الكريمة من خلال التمعن في بعض الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل منا هذا القليل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجورنا وأجوركم بهذه الأيام العظيمة الأليمة أيام شهر محرم الحرام وأيام عاشوراء الحسين عليه السلام التي قربت منا وقربنا منها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا مما يحي ذكر أهل البيت عليهم السلام بحق محمد وآل محمد أيها الأخوة الكرام ورد في حق سيدنا أبو الفضل العباس عدد من الكلمات والعبارات من المعصومين عليهم السلام بخصوص سيدنا أبو الفضل العباس عليه السلام من هذه الأقوال قول سيدنا وإمامنا الإمام الحسين عليه السلام في يوم التاسع من المحرم عندما زحفت العساكر والكتائب صوبه مخيم الحسين عليه السلام طلب من أخيه العباس أن يذهب إليهم ويسألهم عن ما يريدون فقال له عبارة خلدها التاريخ إلى يومنا هذا وهي عبارة عظيمة جدا حيث قال له اركب بنفسي أنت يا أخي اركب بنفسي أنت يا أخي وهذه العبارة رغم أنها عبارة قصيرة لكنها تحمل معنا عظيمة حيث أن المعصوم عليه السلام قال بحق شخص آخر في الظاهر أنه غير معصوم وهو العباس كما في الظاهر لأنه ليس من الأئمة المعصومين عليه السلام قال اركب بنفسي أنت يا أخي وكلمة بنفسي يعني بها أنه في الظاهر أن الحسين عليه السلام يفدي أخاه العباس بنفسه وهذه منزلة عظيمة جدا اركب بنفسي أنت هي عبارة عظيمة قالها معصوم في حق شخص في الظاهر أنه ليس من المعصومين لولا أن أبا الفضل العباس أهل لأن يكون في هذه المنزلة لما قال الحسين عليه السلام هذه العبارة بنفسي أنت أي فداك نفسي أي أفديك بنفسي كيف يكون إماما معصوما وهو حجة الله في الأرض يقول لغير المعصوم بنفسي أنت نعم وردت في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في حق ابنته الزهراء عندما جاء من سفر ورأى سترا وكانت عند الزهراء من الفضة جعلت بعض المصوغات ولبستها وجعلت سترا عندما خرج النبي وأمير المؤمنين حتى يأتي فحست الزهراء ببعض عدم الرضا من النبي صلى الله عليه وآله بعد أن كان أول بيت دخله هو بيت فاطمة وخرج منه فبعد لحظات أو بعد فترة وجيزة أرسلت السيدة الزهراء هذه الأمور وهي السطر وما يسمى بالمصوغات الفضية منها قلادة وقرطان ومسكات أرسلتها والسطر معها وقالت لينفقها في سبيل الله فقال فعلت فداها أبوها قال النبي صلى الله عليه وآله بحق الزهراء عليه السلام ومنزلة الزهراء معلومة عند النبي وعند المعصومين وعند كثير من الناس حتى غير الموالين يعلمون منزلة الزهراء عليه السلام ويرون أنها سيدة نساء الجنة فقال في حقها النبي صلى الله عليه وآله فداها أبوها أما الإمام الحسين عليه السلام فقال لأخيه أبي الفضل اركب بنفسي أنت يا أخي وهذه رفعة وعظمة لسيدنا أبي الفضل العباس من أخيه الإمام الحسين عليه السلام هذا القول حقيقة لا يسع المجال أن نطيل فيه هذا قول معصوم بحق أبي الفضل العباس كذلك قول آخر بحق أبي الفضل العباس هو للإمام زين العابدين عليه السلام حيث قال رحم الله عمي العباس فقد رحم الله عمي العباس فقد آثر رحم الله عمي العباس فقد آثر وعوفى في هذه الرواية وقد فدى أخاه الحسين نقرأ الرواية في النص لا بأس أن نقرأها لأنه قول المعصوم رحم الله عمي العباس فقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله بجناحين ليطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة حقيقة عبارات عظيمة جدا بحق سيدنا أبي الفضل العباس أول عبارة رحم الله عمي العباس ترحم عليه أي طلب الرحمة من الله عز وجل ورحمة الله التي وسعت كل شيء يطلبها سيدنا زين العابدين لعمه العباس عليه السلام وهو دعاء أيضا لا يناله كل أحد هذا أمر أول أمر آخر قال فقد آثر وأبلى فلقد آثر وأبلى بمعنى أنه مما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقد آثر بنفسه حتى بقي عطشانا ولم يشرب رغم أنه قد وصل إلى المشرع ولم يشرب لكون الأطفال والنساء عطاشا وأن أخاه الحسين كان عطشانا فلم يأذن لنفسه بشرب الماء رغم أنه بإمكانه ولا عيبة عليه إذا شرب الماء وممكن أن يكون لأجل أن يتقوى للمعركة هذا ممكن أن يكون عند غيره عذرا فيسوغ لنفسه أن يشرب لكن العباس أبا أن يشرب فآثر الإمام يقول آثر وأبلى أبلى بلاء حسنا في الجهاد والقتال والثبات ولم تضعف نفسه ولم يجبن قلبه حتى بعد قطع يديه سلام الله عليه ثم قال عليه السلام وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله بجناحين فدى أخاه الحسين بنفسه حتى أنه بالغ في الفداء حتى قطعت يداه بعد قطع يديه أيضا واصله واصل السير لكي يصل إلى معسكر الحسين ومخيم الحسين لكي يوصل الماء ليس عنده يدين حتى ليس عنده يدان حتى يصل يقاتل بهما لكن عنده فقط الماء ومع ذلك بقي مصرا وثابتا وحاول أن يصل لكن القوم منعوه لذلك الله سبحانه وتعالى علم منهم هذا الصدق وهذا الإثار وهذا الثبات فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة وهذه أيضا منزلة عظيمة لا ينالها كل أحد في الروايات أن جعفر طيار سمي جعفر الطيار لأن يديه قطعتاه في سبيل الله فأبدله الله بجناحين فسمي جعفر الطيار وسيدنا العباس أيضا كما لجعفر الطيار أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الله جناحين يطير بهما مع الملائكة ليس فقط هذا بل هناك منزل أيضا ووسام شرف عظيم وسمه به سيدنا زين العابدين عليه السلام حيث قال وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ مَنْزِلَةٌ أو منزلة عفواً لا يقاس بهم أحد أما غيرهم فالعباس عليه السلام له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء رغم ما للشهداء من منازل رغم ما للشهداء من عظمة رغم ما لهم من مكان عند الله عز وجل لكنهم مع ذلك يغبطون سيدنا العباس عليه السلام بهذه المنزلة كيف؟ لا نعلم لا ندري لكن المعصوم يعلم وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة هذه المنزلة لا يعلمها إلا الله وماذا سيعطيه؟ لا نعلم لكن نفهم من هذه العبارة أن منزلة العباس عظيمة جدا قد تداني منزلة المعصومين سلام الله عليهم وهذا لم يناله سيدنا بالفضل العباس إلا من خلال الصبر والجهاد والثبات والإيثار والإقدام في سبيل الله تبارك وتعالى فهذه شهادة زين العابدين عليه السلام بحق سيدنا العباس عليه السلام أيضا شهادة أخرى لإمام الصادق عليه السلام عن المفضل بن عمر أنه قال قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا كان عمنا العباس عليه السلام نافذ البصيرة ونفوذ البصيرة هي متفرعة عن العلم أي كان العباس عليه السلام عالما ليس كل عالم وإنما من أفضل علماء زمانه لكن وجود المعصومين عليه السلام ووجود أخويه الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام ونورهما الباهر لم يشأ لنور العباس أن يبزغ إلا يسيرا ولكن من خلال هذه الأمور نستشف علم سيدنا العباس عليه السلام بأنه كان نافذ البصيرة نفوذ البصيرة متفرع عن العلم وليس فقط العلم والعمل العلم بالعمل من علم بما يعلم علمهم الله أو من الحكم من أخلص لله أربعين صباحا فجر الله مضمون الرواية فجر الله ينابع الحكمة في قلبه فجرت على رسانه هذا في الإخلاص فكيف إذا كان سيدنا العباس كل حياته هي مخلصة لله لا يفعل شيئا ولا يقدم على شيء إلا برضى الله برضى الله عز وجل وبرضى المعصوم سلام الله عليه فمن المحتم والمؤكد أن سيدنا العباس عليه السلام كان عالما فقيها وكان عاملا بعلمه لذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه نفوذ البصيرة أي أنه يرى ممكن أن يستشرف الأحداث وممكن أن يرى ما لا يراه غيره حيث كان لما جاء المبشر في يوم عاشرة بأن يعزل العباس وأخاه لعن شمرا قال لعنك الله ولعن أمانك أتؤمنني وابن رسول الله لا أمان له هذا شهادة من سيدنا الإمام الصادق عليه السلام أيضا كان نافذ البصيرة صلب الإيمان أي أنه كان مؤمنا وإيمانه لا يتزعزع في رواية الإمام الصادق أن الجبل يتزعزع أو يضعف أو يقول أو ينهدم بالمعاول والإيمان والمؤمن إيمانه لا يتزعزع ولا يتراجع ولا يضعف فكان العباس عليه السلام نافذ البصير صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأبلى بلاء حسن النعم حيث أنه في يوم عاشراء تعجب منه العسكر وفي الروايات والأخبار أنه أزاح أكثر من أربعة آلاف مقاتل كانوا على المشرع ولم يعبئ بهم ففي أيضا بعض الأخبار أنها لم يزحهم مرة واحدة ويطردهم طردهم مرة أولى ورجعوا فرجع إليهم فرجعوا أكثر من مرة إلى أن يأسوا منه فكان العباس عليه السلام أكثر من مرة وهذا ما قاله الإمام وقول الإمام المعصوم عليه السلام لا يقول شططا ولا يقول إلا الحق فيقول وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا أي مضى مع الشهداء وكما قلنا في رواية الإمام الصادق عليه السلام أنه قال له منزل عند الله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة ليس فقط من الشهداء بل جميع الشهداء يغبطون منزلة سيدنا بالفضل العباس كما قلنا في بداية الحلقة أنه له جناحين أن له جناحين يطير بهما مع الملائكة ليس فقط هذا وإنما له منزلة عند الله عز وجل يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة وهذه المنزلة منزلة عظيمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم ولم ينالها سيدنا العباس إلا بالصبر والجهاد والإيثار والإخلاص والتسليم لله عز وجل كما سيأتينا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة في بعض مضامين وبعض مقاطع الزيارة التي زار بها الإمام الصادق عليه السلام عمه العباس وتكلم فيها وذكر بعض ماثره وأعطاه عددا من الأوسمة أوسمة الشرف التي جعلها على صدره المبارك وجبينه الشريف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن نسلط الضوء على بعض هذه المضامين وأن نكتشف بعض الأمور التي يوسرها لنا الله سبحانه وتعالى بحقه هذا البطل الصنديد المجاهد المغوار الذي سجل له التاريخ أروع المآثر وأفضل الصور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خدامي الحسيني وأخيه أبي الفضل عباس وممن يخدم شيعتهم وممن يكون معهم في الدنيا والآخرة وأن لا يحرمنا منهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر